السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هي أسباب نغزات الفخد الأيمن؟ قد يكون من الصعب تشخيص الألم في أعلى الفخد حيث أن هذه المنطقة من الجسم تشمل العديد من العضلات والأربطة والأوطار وفي الغالب يكون هذا النوع من الألم بسبب إصابات عضلية بسيطة نستطيع ويمكننا علاجها في المنزل عندما يكون الآلم شديدا أو لا يزول فقد يشير ذلك إلى أسباب مختلفة ومن الممكن أن يحدث هذا الألم بسبب إصابة العضلات في تلك المنطقة أو من الممكن أو من الشائع أن يكون السبب مشاكل في الأعصاب وفي بعض الحالات الأخرى من الممكن أن يدل على بعض تمزق الأوطار التي تتواجد في تلك المنطقة فبالتالي أتمنى لكم الشفاء بإذن الله وأنصحكم بالذهاب إلى الطبيب لتشخيصكم أتمنى لكم دوام الصحة والعافية إلى اللقاء